مرحبا بكم جميعا اليوم سنعرض عليكم خدعا نفسية يمكن تجربتها على أي شخص تخص أشياء كثيرة بحياتنا بداية من اختيار وجبتك المفضلة وإلى النظر لمقصدك من علاة لنحالي تابعونا لتتعرفوا على تلك الخدع تاسعا الأكل يعتبر هذا شيئا مجنون ولا يمكن تصديقه لكن هل كنت تعلم أن أكل بطاطس شيبسي بين شخصين يتشاجران سيمنعهما عن التشاجر أمر لا يصدق صحيح فيمكن أن نوقف التشاجر بين أي شخصين عن طريق تناول الطعام ذات مرة كان هناك رجل يدعى شارليس ساندر اشترى شيبسي برينغلز ليتناوله معه في طريقه في القطار المتجه لمدينة نيويورك حينها كانت تتشجر امرأة مع رجل على مدن القطار لهذا وقف السيد شارليس بينهما وبدأ بتناول الشيبسي تمكن بتلك الطريقة الغريبة من جعلهما يتوقفا عن الشجار أطلق على هذا الرجل اسم رجل سناكس حينما تم نشر الفيديو على الانترنت ونال شهرة كبيرة حدث هذا مرة أخرى في كاليفورنيا حينما بدأ رجلان بالتشاجر على جانب الشارع لاحظهما مالك محل بيتزا كان بالقرب من الشجار قام بجعلهما يتوقفا عن الشجار وتمكن من ذلك حينما عرض عليهما قطعة من البيتزا الغريب أنهما تقبلا هذه القطعة وبالفعل توقفا عن ما كان فيه يعد السبب الحقيقي في هذا الشيء هو أن الأكل يجعلنا نشعر بالراحة أما في حالة الرجل الذي كان يأكل الشيبسي هي أن الرجل والمرأة الذان كان يتشجران ربما شعر بالتوتر لهذا توقفا عن الشجار يعني هذا أن الطعام أصبح وسيلة مهمة لوقف المشاكل التي تحدث بين الناس ثامنا أغنية عالقة في رأسنا جميعنا تعرضنا لهذا الموقف يتضايق العديد من ذلك الشيء خاصة حينما تتعلق في الأذهان ولا نصبح قادرين عن التوقف عن غنائها فتلك الأغنية التي تسمعها قبل الذهاب للعمل ربما تستمر في غنائها طوال اليوم حتى تقودك للجنون لكن لحزن حظك يوجد خدعتان يمكنك من التوقف عن التفكير في الأغنية طبقا لما صرحه الدكتور إراهيمان في جامعة واشنطن فقد قال إن هذا الشيء يتعلق بأذهاننا حينما نفعله ونحن نسير أو نقود سيارة أو نفعل شيئا لا يستدعي تركيزنا بالكامل تعد الطريقة المثلى للتخلص من هذا الشيء هو أن تجعل عقلك يركز في شيء يحتاج تركيزا شديد عليك مثلا أن تلعب بعض الألعاب الرياضية تحل الغاز السودوكو أو تحل مسائل رياضية حيث أن هذا الشيء جيد ليزيد من تركيزك في أشياء أخرى ويبعد تركيزك عن الأغنية الحل الآخر هو أن تختار أغنية أخرى وتغنيها لكن لا يجب أن تكون أغنية جميلة حتى لا يتعلق بها ذهنك هي الأخرى كما أن مضغ العلكة يعد من الطرق التي نجحت مع أناس كثيرين بالإضافة إلى أنه يعاني الكثير حينما ينسون كلمات الأغنية لذا عليك أن تبحث عن كلمات الأغنية وتقرأها وتغنيها حتى تريح رأسك من التفكير الذي يسبب لك متاعب كثيرة حينما نتحدث مع أحد أصدقائنا أو أقاربنا ربما لا يرغب في أن يعطينا المعلومات التي نحتاجها منه حيث يعطينا معلومات بسيطة فقط فلو كنت تسأل طفلك عن سكب اللبن ستجده يكذب حتى لا يعطيك الإجابة والمعلومات الكاملة حول ما جرى بالرغم من اختلاف المعلومات التي تريد أن تعرفها إلا أنه هناك حل يتناسب مع الكل أولا عليك أن لا تتحدث مع من يتحدث معك مباشرة بعدما ينتهي الحديث الأفضل لك هو أن تصمت لفترة وجيزة وفي تلك الفترة تظل محدقا في عينيه فلو فعلت ذلك وأنت تشك أن من يتحدث معك يكذب ستجده بدأ في الكلام مرة أخرى ويعطيك معلومات أكثر ربما قد تثبت إدانته كما أنه هناك طريقة أخرى وهي أن تقترب من الشخص الذي تتحدث معه كأخذك للكرسي الجالس عليه وتقترب منه فهذا سيجعله يتحدث معك ويخبرك عن كل ما بداخله ولو وجدت أن هذا الشخص تركك وذهب حينما اقتربت منه فاعلم أنه يخفي شيئا كبيرا عنك أو يكذب كذبة كبرى يخشى أن تعرف حقيقتها من منا لا يرغب في أن يكون ذو شخصية قوية تجعل الباقين يوافقون على رأيه كيف تقنع أصدقائك بأن المطعم الكوري الذي تذهب أنت له بأنه أفضل من باقي اقتراحاتهم أو كيف تقنعهم بمشاهدة هذا الفيلم ولا تشاهد الفيلم الآخر اختلفت المواقف لكن الحل واحد فلو كنت ترغب في أن تجعل من أمامك يثق في كلامك ويوافقك الرأي اتبع تلك الخطة الحل هو أن تظهر على وجهك ملامح الملل من رأي الآخر أو إظهار الموافقة الباطلة فلقد قام العلماء بإجراء دراسة تبين أن من يهز رأسهم بالموافقة أكثر أم لا اتضح من تلك الدراسة أن الكثير يتبع تلك الطريقة للتعبير عن رأيهم وبالفعل أثبت العلماء أنها تجعلهم ذو رأي مختلف وذو شخصية قادرة على إقناع الآخرين برأيهم وإثبات أنهم على صواب خامسا الدفاع عن الكرامة أيضا هناك بعض الخطط التي ستساعدك في الحفاظ والدفاع عن كرامتك وستجعل العديد يتذكرك فمن أفضل الطرق التي تجعلك تصبح مجهورا ومعروفا بين الآخرين هي أن تكون إما في المقدمة أو في الصفوف الأخيرة فيتمكن العديد من الناس من تذكر الأشياء التي تحدث في بداية الحدث وآخره أكثر من الأحداث التي تحدث في المنتصف لهذا فإن موضعك في البداية أو في النهاية يجعلك تظهر أفضل من البقية كما أنه من أفضل الطرق التي تجعلك تثق في نفسك هو أن تظهر سماتك الجيدة بين الجميع لأن هذا يجعلهم ينطبع عنك انطباعا سيفيدك فيما بعد فلو جعلت نفسك مختلفا عن البقية هذا سيجعلهم يختارونك وسيجعلك تظهر أمامهم أكثر من أي أحد تلك تعد من أفضل الطرق التي تجعلك تحافظ على كرامتك وتدافع عنها والأفضل من ذلك أنك لو أثبت مدى جمال صفاتك هذا سيجعل الآخرين يتحدثون عنك بالسيرة الطيبة أثناء غيابك رابعا هدف سامي أفضل شيء يمكنك أن تفعله في حياتك هو الحصول على ما ترغب في أقل وقت فلو مثلا أردت أن تحصل على مبلغ من المال ببيعك شيئا ما كل ما عليك فعله هو أن تحدد سعر البيع أعلى من السعر الذي تحتاجه المعروف عن الزبائن أن الأسعار تخدعهم فلو قمت ذات مرة ببيع شيئ ما وحددت سعرا عالي له سيرفض الجميع لكن لو قلت له سأخفض لك السعر من المؤكد أنه سيشتري منك بضاعتك وعندما تعرض سعرا عليه ثم تخفضه للسعر المناسب هذا يعني أنك حققت رغبتك وحصلت على المبلغ الذي تحتاجه تكمن الخدعة في أن الزبائن يظنون أنهم بهذا قد حصلوا على فرصة جيدة في الشراء تعمل الشركات بنفس الخدعة فهي تعرض لك المنتج بسعرها والسعر بعض الخصم يجعل الزبون لا يتردد ويشتري هذا الشيء على الفور دون تردد كما أنه في محلات الذهب يقوم التجار بوضع عقدين بجوار بعضهما البعض ولكل عقد سعر مختلف حتى يقارن بينهم الحقيقة أنه يوجد منتجات بسعر أرخص من ذلك لكن تلك الخدعة تجعلك تفكر في تلك المنتجات فقط دون أن تفكر في الباقي ذات السعر الرخيص ثالثا افسح الطريق هل تعرضت ذات مرة للسير في طريق مكتظ بالمرة؟ مما جعل السير فيه أصعب؟ الحل في تلك الأزمة هو أن تترك هاتفك وتنظر به ولا تنظر على الأرض ولا لأحد كل ما عليك هو أن تجعل عينيك نصب المكان الذي ترغب في الوصول إليه سيجعل كل هذا من أمامك يفسحون لك الطريق على الفور ويبتعدون عنك حتى لا يعترضون طريقك ويسببون لك أزمة كما أن هذا سيجعلك تكسب ثقة في نفسك وسيجعلهم يشعرون أنك ذاهب لشيء هام لذا سيبتعدون عنك في أسرع وقت كما أن ملامح وجهك ستجعلهم يدركون أن هناك أمر ما مهم مما يجعلهم يفسحون لك الطريق لأنهم يعلمون أنهم يمثلون عقبة أمامك ثانيا كسب الثقة من المشاكل التي تواجه الكثير من الناس هي التحديق تعد الفائدة الحقيقية وراء هذا الشيء هو كسب الثقة مع من تتحدث بالإضافة إلى أن هذا الشخص سيجعلهم يحبونك أكثر فلو كنت تتحدث مع أحدهم وفعلت مثل ما يفعله هو الآخر هذا سيجعل الثقة تزداد بينكما فلو تثائبت وتثائب أحدهم مثلك فهذا يعني أن بينكما علاقة وطيضة كما أن الابتسامة تعد شيئا مماثل فالابتسامة في وجه من تتحدث معه تزيد من ثقتك وتقوّل علاقة لو كنت على موعد مع أحد لا تنسى أن تبتسم في وجهه كثيرا فالابتسامة تزيد من الثقة وتحسن العلاقات بين الناس أولا الاستماع كيف تتمكن من الإنصاط لمن يتحدث إليك بكثرة هذا يجعلنا كثيرا ما نصبح تائهين معهم في الحوار وربما يسبب لك إحراجا حينما يسألك سؤالا ما عن المشكلة التي يناقشك فيها الحل الأمثل هنا هو أن تكرر في داخلك الكلام الذي يقوله ليس بالضرورة كل الكلام الذي يقوله فهذا سيسبب لك متاعب كثيرة بل الكلام المهم الذي يقوله فحينما تكون في المدرسة افعل ذلك وراء معلمك وسيساعدك هذا على فهم دروسك أسرع من المعتاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر